اشتركوا في القناة التي عصابت الجميع بالقلق فبينما كان العالم يتساءل عن مهمة الكائنات الفضائية على كوكبنا ظلت مجموعة واحدة تحاول اخفاء معلومات اكثر تفصيلا عن هذه المشاهدات فما هي هذه المجموعة السرية وما الذي كشفه الدكتور غرير عن تلك المشاهدات وهناك مسألة اخرى وهي ماذا لو كانت بعض هذه المشاهدات ليست من خارج كوكب الارض على الاطلاق وانها في الواقع تقنيات متقدمة من صنع الانسان تم اخفاؤها عن العامة لعقود انضم الينا ونحن نكتشف الاجابات عن هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة التي تتحدى فهمنا للمخلوقات الفضائية يدعي الدكتور ستافن جرير وهو عالم في علم الكائنات الفضائية وباحث وطبيب سابق في قسم الطوارئ ان كل ما نعتقد اننا نعرفه عن الكائنات الفضائية والاجسام الغريبة والحياة خارج كوكب الارض خاطئ ويقول ان هناك مجموعة سرية لم يخترها الشعب وليست خاضعة لسلطة الرئيس او الكونغراس تخفي اهم التقنيات والمعلومات في تاريخ الولايات المتحدة وهذا يعني ان الاشخاص المسؤولين عن البلاد لا يملكون السيطرة الحقيقية وعلى عكس ما يبدو هذه في الواقع مشكلة كبيرة وانتم على وشك ان تكتشفوا لماذا يعتقد الدكتور جرير ان انعظام السيطرة مشكلة مقلقة لان ذلك يؤثر على كل ما نعتقده بدأ اهتمام جرير بهذا الموضوع عندما كان في الثامنة من عمره فقط عندما رأى جسما غريبا في ولاية كارولين الشمالية ومنذ ذلك الحين كرس نفسه للتعرف على الحياة خارج كوكب الارض والبحث عن الادلة فقد اصبح رائدا في مجال البحث عن الكائنات الفضائية بل انه يلقب باب حركة الكشف عن الكائنات الفضائية تعتبر قصة جرير ملهمة بشكل فريد لانه انتقل من كونه طبيبا الى شخصية بارزة في البحث عن الحياة خارج كوكب الارض قام جرير بتاليف الكتب وانتاج الافلام الوثائقية وهو شغوف جدا باكتشاف حقيقة الحياة الفضائية والاسرار التي يتم اخفاؤها عن العامة لكن الدكتور جرير يقول ان هناك حكومة سرية داخل الولايات المتحدة الامريكية تستخدم تيكلونوجيا من عوالم اخرى لاغراض ضارة وتشكل هذه الحكومة السرية تهديدا كبيرا على سكان الولايات المتحدة الامريكية ويوضح الدكتور جرير في كتابه الاتصال بالكائنات الفضائية ان الكائنات الفضائية تزور الارض منذ الاف السنين ويزعم ايضا ان الجيش والصناعات التي تستفيد من الحرب اخذت المركبات الفضائية ودرستها بل وصنعت نسخا خاصا بها بعد تطوير الاسلحة النووية يرى الدكتور جرير ان هناك ادلة على وجود كائنات فضائية على الارض منذ وجود البشر وهذا امر يمكن تصليقه بشكل كبير ففي اغسطس من عام 1977 التقط تيلسكوب لاسلكي في جامعة ولاية اوهايو اشارة غير عادية من اتجاه كوكبة القوس كانت النبضة الاشعاعية المكثفة والتي استمرت لمدة 37 ثانية غير متوقعة لدرجة ان عالم الفلك الذي كان يحلل البيانات اضطر الى كتابة واو على النسخة المطبوعة وما جعل هذه الاشارة اكثر اثارة للاهتمام هو انها تقع ضمن نطاق محدد من الترددات الراديوية المحظور استخدامها على الارض مما جعل علماء الفلك مقتنعين بانها صادرة عن كائنات فضائية وعادة ما تبعث المصادر الطبيعية الاشعاعية من الفضاء اشارات عبر طيف واسع من الترددات لكن اشارة واو كانت محدودة بصورة غريبة وغير معتادة مما اثر المزيد من الدهشة ودفع علماء الفلك الى اقتراح نظريات بشأنها وبالنظر الى ان اقرب نجم في هذا الاتجاه يبعد 220 مليون سنة ضوئية فان اصل هذه الاشارة اشد غموضا اذ كان سيتطلب الامر امن حدثا فلكيا استثنائيا ذا ابعاد كثيرة او حضارة متقدمة خارج كوكب الارض مع جهاز ارسال قوي جدا لتوليد مثل هذه الاشارة وحتى مع كل الجهود الجارية لتفسير اصلها لا تزال اشارة واو لغزا غريبا وغير مفهوم ويشير الدكتور غرير في هذه الاثناء الى لوحات الكهوف القديمة والاعمال الفنية التاريخية كدليل على وجود كائنات فضائية منذ الاف السنين كما يسعى لاستخدام هذا الدليل لاجبار الحكومات على مشاركة معلوماتها السرية عن الكائنات الفضائية مع الجمهور ويعتقد الدكتور ان الوقت قد حان لظهور الحقيقة واننا يجب ان نعرف عن وجود حياة خارج كوكب الارض والتكنولوجيا التي شاركتها معنا فهو يؤمن ايمانا راسخا بان هذه المعرفة يمكن ان تغير عالمنا للافضل لكن الحكومة السرية تحاول ابقاءها مخفية فكيف للدكتور غرير ان يكون متاكدا من ذلك وكم لديهم من المعلومات عن وجود حياة خارج كوكب الارض حسنا لقد اسس الدكتور غرير منظمتين مركز دراسة الذكاء خارج كوكب الارض والابحاث المتقدمة لاستكشاف امكانية الاتصال الودي مع كائنات من عوالم اخرى فهدفه هو معرفة المزيد عن الاجسام الغريبة والحياة خارج كوكب الارض وهو موضوع استهواه منذ الطفولة وخلال نشأته قرأ كل الكتب والمجلات التي امكانه العثور عليها حول هذا الموضوع وقد اثار اهتمامه بالموضوع عمه الذي سعد في تصميم المركبة الفضائية التي هبطت على سطح القمر في عام 1969 الهم هذا الارتباط العائلي باستكشاف الفضاء غرير للتعمق اكثر في اسرار الكون ثم جاءت نقطة التحول في عام 1973 عندما صادف غرير مصادفة استثنائية اثناء تنزهه في جبال بلور ريج في نورث كارولينا فقد رأى مركبة على شكل قرص عن قرب وتفعل مع راكبها اقنعته هذه التجربة ان الحياة خارج كوكب الارض حقيقية لكنها اثارت ايضا سؤالا واحدا ماذا سيفعل بهذه المعرفة؟ شعر غرير بانه مضطر لاتخاذ اجراءات لاستكشاف الاثار المترتبة على هذا اللقاء ومعرفة المزيد عن الكائنات التي قامت بزيارته وضعته هذه التجربة على طريق البحث المكرس مدفوعا بالرغبة في فهم المجهول والتواصل معه وفي نهاية المطاف حقق نجاحا في عام 1990 عندما مر بتجارب غريبة اخرى جعلته يقرر اخيرا اتخاذ اجراء وجمع الناس معا لاستكشاف موضوع الاجسام الغريبة والكائنات الفضائية واراد انشاء نهج قائم على الفريق للتحقق في هذه الظواهر مما ادى الى تشكيل فريق كيس يعمل مركز دراسة الذكاء خارج الارض داخل قبوٍ في اشفال ويهدف المركز الى تسهيل اللقاءات المباشرة مع الحياة خارج كوكب الارض ودراستها بالتفصيل وقد تم تقديم مفهوم اللقاءات القريبة لأول مرة من قبل آلين هاينك قبل حوالي عشرين عاما ويصنف المركز هذا النوع من اللقاءات القريبة الى ثلاثة انواع سي واحد و سي اثنان و سي ثلاثة تتضمن المواجهة سي واحد رؤية جسمٍ غامضٍ عن قربٍ على بعد خمسمائة قدم اما مواجهات سي اثنان فتتضمن ادلةً مادياً مثل مصارات الرادار او الحيوانات المضعورة او الاغصان المكسورة بينما تعد مواجهات سي ثلاثة الاكثر حدة والتي يلتقي فيها الناس وجهاً لوجه مع كائناتٍ فضائية وغالباً ما توصف بانها كائناتٌ بشريةٌ قصيرةٌ رمادية اللون ولكن في بعض الاحيان يتم الابلاغ عنها كمخلوقاتٍ مجنحة او هياكل مجنحة واشكالٍ طويلةٍ شقراء تشبه روجر هاور من فيلم بلايد رونر ومع استمرار الباحثين في دراسة لقاءات الاطباق الطائرة اضاف الباحثون فئةً جديدة سي اربعة والتي تشمل الحالات التي يدخل فيها البشر الى المركبات الفضائية اما بالاختيار او بالقوة وقد قوام الدكتور جرير بتوسيع نطاق التصنيف مع فئة اللقاءات القريبة من النوع الخامس او سي خمسة التي تتضمن التواصل المتعمد مع المركبات الفضائية القريبة باستخدام طرقٍ مثل الضوء والصوت والوعي المركز هذا النهج يتعد مجرد مراقبة الاجسام الغريبة من مسافةٍ بعيدة وبدلاً من ذلك يسعى جرير وفريقه بشكلٍ نشطٍ للبحث عن الحياة خارج كوكب الارض والتواصل معها لدينا شيءٌ اخر لاخباركم به لكن قبل ذلك لا تنسوا تسجيل اعجابكم بالحلقة وللشراك في القناة لمتابعة كل جديد ولا يكتفي فريق جرير بانتظار حدوث مشاهدات الاجسام الغريبة بل يعملون مع فرقٍ عالميةٍ لتحديد المناطق التي لها تاريخ النشاط المستمر للاجسام الطائرة المجهولة والمعروفة باسم النوافذ او المناطق الاكثر نشاطاً هذه المناطق لها انماطٌ متكررة من المشاهدات مع مرور الوقت وغالباً ما تكون في مواقع جغرافية محددة وعندما يتم تحديد احدى هذه المناطق يرسل المركز فريق التحقيق السريع التابع له او باختصار MIT لاستكشاف الظواهر وفهمها وقد نمى فريق التحقيق السريع ليضم عشرين فريقاً محلياً من مدنٍ مختلفة